بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام حبيب قلبي قبل ما يبدأ حلقتنا اذكر الله وصلاة الحبيب المصطفى علشان نكسب السواب كلنا سوا حبيب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان ده بساعد الفيديو ينتشر أكتر وقته ويلا بينا نبدأ قصتنا في سعيد مصر في بيت كبير البلد كانت وقفة بنت صغيرة عندها 16 سنة بتعيط لسه في قول يا سنوي عمالة تعيط جامد جدا وعمها واقف بكل برود والعمدة قاعد وبدأ كبير البلد أو العمدة زي ما بسموه يتكلم ويقول ايه الكلام اللي أنا سمعته ده يا حسين بقوله انك عاوز ترمي ناجمة بنت خوك الله يرحمه فضر الايتام ليه ليه يا ابن الناسك ده ايه انت بنت خوك مش صغيرة علشان ترميها ده انسة ممكن يكون فيها الطمح بصراحة يا عمدة انت شايفي الحال انا عندي ستة حياء تلت صبيان وثلت بنات ومنهم بنات على وش الجوات وانا يا دوبك اللي بجيبه بأكلهم ويشربهم ومش ناقص حد وانا مش هقدر اتكفل بيها وابوها واموها ميتين مش حلتهم حاج حتى البيت اللي كانوا قاعدين فيه كانوا مأجرين وعلى ايجار كفاية ان انا عملت الميت واتكفلت بكل حاجة وكمان دفعت الاجار اللي عليهم بنتهم بقى انا مش ملزوم بيها اللي عمدة بصله باستحكار ويتكلم معاه وقال له مش ملزوم بيها كيف دي لحمك بنت خوك اعارضك شرف ويا سيدي اين كان على المصاريف انا هتكفل بيها وبعلمها وبالديون اللي علي خوك بس خلي بنت خوك عندك علشان كلام الناس وعلشان دي امانة يا ابن الحلال وهنا الراجل تمح بس افتكر تحذير مراته انه لو فكر يجيبها تخدمها ان هي هتسيب له البيت وهتسيب ولاده الستة ويشوف بقى حد يخدمهم كلهم ويتكلم بديه وقال يا عمدة ما تسعرش من اللي حقوله بس انا عندي ست ولاد ومراتي هي اللي بتخدمهم وبصراحة كده بقى مراتي هددتني الا وانه فكرت اجيب بنت اخوي تعيش هنا هتطلب الطلاق وهتسيب لولاده وتروح تشوف حياته وانت مش يرضيك يا عمدة ان اخرب بيتي ولاد الستة يشارده علشان بنت اخوي انا من رأي اسلم حال هي دار الايتام وهي يتيم وهي راع ربنا فيها العمدة بصله باحتكار بزيادة يعني هيرمي بنت اخوي عده وشرف علشان خاطر مراته علشان مراته مش تسيب له البيت وقال له يعني انت مش هتستقبل بنت اخوي علشان مراتك ما تمشيش طيب يا ابن الناس خد بنت اخوي ما تودهاش دار ايتام خليها عندك لتانا ما شوف حل لانا مش هسمح لبنتي من البلد تروح دار ايتام وبالذات ان هي شابة دي وانت عارف البلاء واللي بيحصل مش هبجى شاهد وانا شايف ان هي بتنزلي ولوانا مش عندي ولد شاب ومراتي ميتة كان زماني دلوقتي مجاعدها عندك عندي لحد ما الدنيا تهدى الروحة ليس ههلك الحال لحد ما شوف حل حضر يا عم بس يا ريت مش تغيب لان امراتي حلفة لو انا مش شفت اللي اصير فاقبل يومين هتكون سعبال الدار وانا مقدرش استغنى عنيها ده هي اللي شاء لعيان وشاء لكل حاجة في الدار سلام عليكم وهنا العمدة بعد ما ميشه كان قاعد لوحده وهو مستحكر الراجل اللي هيطرد بنت اخوه علشان يراضي مراته مش مستحمل بنت اخوه ليتيمة وعاوز يرميه في دار ايتام وتكلم العمدة وان يا حول الله يا رب زمن عجيب رجل طويل عريض بيلم لحمه بيرم بنت اخوه في دار الايتام علشان يراضي مراته يا رب طلعنا من زمن العجيب دي على خير ها امها عندي بطلتنا مشهت مع عمها وهي حزينة ومكسورة الخاطر راحت على بيت عمها كان بيت قديم متكون من دوري ودور الارضي بيت اكتاكن فيه العم وولاده ومراته بيت متكون من ثلاث غرف واساس على قد حال ودوري التاني بقى بقودة الطيور كمان فيها قودة فاضية لا فيها سرير ولا فيها اي اعزاب وطفلتنا او بطلتنا حبسة نفسها فيها من يوم ما ايجت بيت عمها او مع ما اصح مرات عمها حبساها فيها ويدوبك بتطلع لها لقمة يمقى ويملأ مرات العم اول ما شافت العم راجع ببنت اخوه غضبت جدا وقالت بغضب ايه يا راجل انت انت تابلتي فعلك انت مش وديت مقصفة الرقبة دي ايه الميتم ليه هو انت جايبها لي هو انا حالي حاخدمها تاني وبعدين يا اخي القوضة اللي على السطح اللي انفضيها لها اعايز اجيب فيها شوية اراني انت عارف بناتك داخلين على جوات وعايز اجهز البنات اقاو لما اجيب حاجة احطها في القوضة والدار من تحت من السعيانة جبت مقصفة الرقبة دي معك تاني ليه الراجل اتوتر من كلام مراته هو عارف ان مراته حدد جدا في الكلام ولصنها طويل وعارف جمان ان هي مش هتعد اليوم على اخيه اتكلم بديه وقال لها هعمل ايه يعني يا فتحية فحد الله يحرقه في جهاز بلغ العم ده على اللي هنعمله ولاجهت العم ده بقيت للغفر جاب لي مركب من المحطة عشان اروح اوديها ما انت عارفة مفيش ميتة مهنية في القرية ولا في الكرة اللي جنبين لازم اروح محطة القطر روحت له ولجيته بقول ان هو هيزودنا في المعاش شوية واحنا نسيب البنت معانا ولت له مراتي رفض قال لي طب خليها عندك يومين لحد ما ربنا يفرجها واني اشوف حال قلت له طيب يومين بالكثير عشان مرات بس انا بفكر طولة الطريق العم ده هيدينا مبلغ محترم ولما نجي نقول يا جواز العم ده هيجهزها وكمان هيخلينا ناخد فلوس جهازها ونعمل اللي احنا عايزينه يمكن ندبق جرش محترم ويمكن ناس كتير من اهل البلد يجيبوا مساعدات للبيت دي واحنا نجهز بيها بنتينا وهنا البنت كانت بتبسل عمها بصدمة وهو عمال يبيع ويشتري فيها ويتحايل على مراته علشان يدخلها البيت كانت مصدومة هامة مراتي العم ايه تكلمت بديه والد انتي وقفة بتعملي ايه بنتي فز طلعي فوق فز خلاصي وش عايز اشوف وشي وما تنزليش تقولي جعانة عطشان المية بيشرب من حرفية الطيوك والاكل لما بقى بفزانك حابقى طلعلك او لما يبقى يفيد من ولادي حاجة حابقى بعتلي فز طلعي فوق طلعت بطلتنا البيت طلعت القوضة اللي المفروض تعيش فيها هامة هنا مراتي العم بصت لزوجها بكل الشراسة وقالت له انت الظاهر كده جننت بقى انت عايزة يكون خدامة لبنت زينة والله ما يحصل والله بنت زينب ما تقعد في داري ولا حتى داري تشرب فيها شربة المية هاني مش هخليها تشرب في داري شربة المية فاهم ولا لا انا بقول لك الكلام دي علشان تعجله في دماغك وتفهمه انا مش هخلي بنت زينب تشرب في بيتي بقى المية ولا اخدمها حتى لو هيجي من وراها دهب يومين بالكتير لو ما كانتش ماشية انا اللحمشي وارح بتابو بتابويا يسعن وانت بقى اخدم اولادك اني عرفت اه انا رايحة اشوف امي كايتبعتالي ماشي يا فتحية اللي انت عايزة عامل ايه بس فكري في الموضوع يا فتحية لما العمدة يدينا مبلغ محترم نسد بيت ديون اللي على اخويا او اللي انا سدتها علشان كلام الناس زي ما انا كنت بقول ده علي ديوني وسدتها ويدينا مبلغ محترم كل شهر للبيت وانت شبيلك بحكتين سيقة وكمان لو حد حاب يساعد البيت انت تاخذ الفلوس وتجيب بقى لنفسك فيه انا بقول عليك وهي همرزية فوق هنطلع لها غطة من الشتاء وحيطة مكتة تنام عليها من المرميين ولجمتها تبقى تطلعها مع بنتك ولا مع اي حد وهدومها نبقى ندها صابونة هي تخسلها ولا هي حرة فيها فقري وقليلي هتعملي ايه اما عند بطلتنا كانت طلعت القوضة اللي في الدور التاني او فوق السطوح زي ما بنسميه كانت طلعت القوضة وقفرت على نفسها قوضة مفهاش اي حاجة قوضة فيها شباك من شباك زمان الكبيرة وكمان ارضية خشب وكمان فوقها القوضة متعرشة بالخشب يعني في الشتاء ممكن تنزل المياه ولولا في الصيف كان زمان هتبهدلت كانت عمالة عيط وكانت تعز عليها نفسها اللي بيحصل فيها فامها وابوها ماتوا وعمها بهنها وكمان بيزلها وبيبيعوا يشتري فيها علشان خاطر مراته كات بتدعو بطول يا رب ايه انت اللي قلم بحالي يا رب انت عارف ان عمري ما جيت على حد وبحبك وبسمع كلامك يا رب هونها علي وارحمني من ظلم عامي عامل المفروض يعوضني عن ابويا اللي مات ومراته اللي حتى تراعي فيها يا ربنا بس ها عامي ومراته ببيعه يشتروا فيها يا رب انا عارفة ان الاختبار صعب بس اخد اختبار منك وانا قبلاه اما في ارض العمدة واللي مسكها ابنه ياسين الصاوي هو مهند الزراعي شخص متعصب جدا بحب الشغل جدا وبحب الانضباط وهو اليوم ده كان متعصب بسبب اهمال العمال في الزرق كان ماسك في الكل ايجا من البيت مرسال له ما غفر من الغفر وكان واقف متعصب كان بقول له باي يا اهباب الطنين مش الف مرة قلتي لك لما تيجي متى ديش عليك ده يا شخ جدا تعطيلي الخلف كم مرة قلتي لك ده اسف يا جرابة الباية بس جرابة العمدة بعتنا ندي بقول لك تنشله دلوقت اهو وهو عايزك في موضوع مهم مد قدامي ابوما ما بيجيش من وراك خبر عدل مد وهنا راح بسرعة ياسين الصاوي اللي ابوه العمدة الحج محمد الصاوي الراجل الطيب وقاد مع ابوه فهو بحب ابوه جدا وبيحترمه وقال له خير يا حاجة في ايه الغفير جاي بيجري وبنادي علي الأراضي كلها علشان اجي في ايه ايه اللي حصو اسمع يا سين انت عارف انه عمري ما اصبت عليك حاجة اوه عمري مرضي تقصب عليك حاجة علشان كده يا ولدي انا عايزك تفكر بالعقل بصراحة كده يا ولدي انا ريدك تتجوز اتجوز ايه ايه الحديث الماسخ اللي انت حقوله دي يا بوه انت عارف ان انا لا عايز اتجوز ولا عايز صنف الحريم دي نهائي ده صنف ملوخشي لازمة وما يلزمنيش يا ولدي عايبي الكلام اللي انت بتقوله دي صنف ملوخشي لازمة دي كانت منه امك وامي والستة تنشيلهم دايما على رأسنا الجواز ده مزاي ما انت فاكره الجواز ده هيكون سوري اسمعنا للنهاية دلوقتي ايه اللي اسمه حسين دي المنغطيتي اخو محمد اللي كان شغال عندنا في الارض مات من اسبوعين او من اسبوع المهم الباشا لجيت الغفير اللي كان من صاحب محمد المغناطيتي جاي وبقولي ان حسين رايح يرمي بنت اخوه في دار الايتام بنت اخوه عندها 16 سنة ويا ابني بنت تطلع من دارها ما تعرفش حاجة وتربية محترمة لان بقى كالراجل محترم وامها كان ستة محترمة اكيد صعب وبالذات ان دار الايتام ده اكيد حيكون شغال فيها رجالة والله اعلم نواياهم ايه والبت حلوة وصغيرة وحرام يا ولدي حرام اللي يحصل دي ولما حاولت اتكلم مع عمها وقلوا انه متكفل بيها وبمصارفها عرفت ان امراته رافضة وجدها في الدار ومش عايزاها وانا قلت له اديني يومي اتجوزها يا ولدي لحد ما البنية تكمل تعليمها وبعدين طلقها تكون جدرت ان هي تقعد في دار لوحديها ونجيب لها دار وتكون كبرة بدل ما نسيبها عيلة صغيرة حد يعمل فيها حاجة اذا عمها مش خايف عليها فاحنا نخايف عليها لانها متربية معانا هنيف في البلب وابوها ياما خدمنا وهنستائل عليها يوم الجيامة الرجل دي قدم لنا خدمات حتى لو مقابل مادي بس كان بيخدمنا بطيبة وبحب احنا بعد ما مات عملنا لولاده ايه او لبنته ايه انا يا ابني لو انت مش موجود او انا راجل كبير اه بس الناس حجيب في سيرتها لاننا عايشين لوحدنا كان زماني جبتها علشان خطر يا ولدي وافك البت غلبانة ودمحكة مخصورة وعمها بقوله انه مش عايزها ورايح رميها في دار ايتام بقى الراجل عاديم النخوة وعاديم الانسانية عايز يرمي بنت اخوه في دار ايتام علشان يراه دي مراته طيب يا باي اللي انت عايزه هيكون بس ما عليش لما ييجي هنه علشان تتكلمه بعض يومين ياريت اكون موجود ياريت ما تقولوش حاجة غير في وجوده علشان اشوف اللي يكونوا تمثيلية عاملينها عليك علشان يطلعوا من وراك بمبلغ محترم يعني غير اللي انت عايزت الدهوله ولا ايه يا ولد اللي شوفه ربنا ينجيك يا ولد ويبعد عنك ولاد الحر اما بقى في بيت متوسط الحال وهو بيت ام فتحية كانت اسمها ماثعودة ست يبان عليها ان هي في نهاية الخمسينات ست شديدة جدا من ستات زمان الشدات اللي ربط على الاسوأ والغل والحقت وكانت قاعدة ستحية مع امها بتفكر في الكلام اللي جوزها الهولها والخير اللي ممكن ييجي من ورا اليتيمة اللي عايزة ترميها في دور ايتام امها قالت لها مالك يا بيت جاعدك تلاقي من ساعة ما جاتي مخك مش معايا خالص عمالة اقول لك جوزك عمال ايف مكسفت الرجبة بنت سلفتك ما بتتكلميش وسرحان في ايه يا معدول ايه حلتك الايه علشان تسرحي فيك ده وسايب امك تهاتي حقول لك يا ام اصلا انا مواغوشة وبصراحة كده بفكر في العابد اللي جان العمدة لما عرف ان احنا حنودي البيت المايتم رفقت وقال لجوزي ان هو مستعد يتكفل بالبيت ويجيب لها كل طلباتها المهم تكون عندنا في الدار ونجوزي بقول لي اجدك ده البيت قاعدة في قضع السطوع نداها حتة مكتة وغطاها جديمة وتبقى تلبس هدوم العيال الجديمة وندها طبونة تغسل هدومها وتخدم نفسها وتعمل كل حاجة ليها فوق وما تنزليش تحت واللجمة اين كنت بعث لها ما بعث لهاش ايه بفرجت والفلوس اللي جاينا من العمدة على الفلوس اللي ممكن تجي للبيت علشان يتيمة من الناس انا بجي اخدها واجيب لي حتيتين سيخة بصراحة يا امه بفكر وافق ايه البيت تحتعمل ايه حارزحها في القضاء اللي فوق وكمان ايام هندع لها تطبخ وتغسل لي تحت وهتبقى قدامها واقسب من وراها ده غبية يا بنت بط وهتفضلي غبية العمر اوعي يا بيت توافجي اوعي توافجي تربحي جوا دارك هاي البيت يخطي هتكبر والناس هتشوفها مكسورة الجناح وهتشوفك وليه ظلمة لما يشوفه والعسان حيبدأوا يجولها هي علشان مكسورة الجناح ويه هتسمع كلامه وما حدش هيجي البناتك البعد ما تتجوّد وغيرك ده كل واحد هيجي يتجدم لبناتك هيقوله ده عملت في البيت اليتيمة كذا وكذا وكذا والكلام ما بيتضرش وما بيسكوتش وساعتها الناس هتطيروا فتناسبك وممكن كمان ايه ابنك الكبير تحلى في عناه ما هيبنت عمه وتربط تحت ايديك ويتجوّزها وساعتها تلزك فيك العمر كله وانتي تكباري وتكون انتي اللي خدامها عندها وتطلع عليكي الجديد والجديد احسن حاجة تخلصي منها وتقطعي ديلها وتطلعها بالرادارك وكذا الجزء هو اللي مش عايز بنت اخوه علشان المصاريف وغيره والناس هتتكلم شهر واثنين وثلاثة وحينسوا اماليا لو سبتها معاكي الناس كل شوية هيتكلموا عليك انك ظلمة وبناتك زيك وكمان البيت حلوة عن بناتك هتخطف كل عريس يجي لبناتك وساعتها هتغني ظلمو وحتتين الذهب اللي استفدتهم بيها مش هتعرفي حتى تدلل على بناتك بيهم والجبلهم عرسانك ولو ابنك حط عينه عليهم ساعتها يبقى بتقطع رجل بناتك من الضار لانها عمرها ما هتنسى اللي انت هتعمل ايه يبقى حسن حاجة تغور بخيرها بشرها تغور الام بدل ما تنصح بنتها ان هي ترب اليتيمة وتكسب فيها صواب لا بتقول لها خلاصي منها علشان مش تفضلك زي اللي اما في الزور كده على طول وبدأت تفقه البنتي في كلام امه وقالت لها تسدقى معاك حقي ياما لا انا لا يمكن اخلاها في الضار جزي قلبك نعني وبحاول يزغل العين بالفلوس بس البيتي ممكن تاخد مني الضار وتاخد مني ولادي وتجيب لي مصيبة وبناتي يقعد جاري ولما اكبر اكون انا اللي خدمة ليها لا لا تغور بخيرها بشرها زي ما قلت والنبي ياما انا كويس ان اتكلمت معاك فتحت عيني على حاجات ما كنتش واختبالي منها روحت مرات العامة من عند الام وهي رفضة ان البنت تفضل عندها وجوزها مهما يحاول فيها لانه طمعا من الخير اللي هيجيله من بنت اخوه كانت رفضة وعد اليومية وقرر ياخدها ويروح عند العمدة كانت رايحة البنت بقصرة حزينة بالفستان اللي كانت لابساة يا دوبك بتخسله وتنشره في القوضة وهي حبسة نفسها في القوضة وتلبسه تاني كانت مقصورة جدا وبصة في الارض والعمدة وبصر عمها بغضب وكان قاعد ياسين بن العمدة اتكلم ياسين وقال هاي حسين قلت ايه انا بوية داك مهلة يومين تفكر في الكلام اللي جالهول واحنا كمان نكون شفنا حل قلت ايه ايه انت موافق على الحل ان بنت اخوك تكون معاك وتاخد مرتب ليها وان شاء الله كل حاجة ملزومة منينا في هدوم عيد في هدوم كل حاجة وكمان عندي مراتك مبلغ محترم علشان هتخدمها ولا ايه الحل كان ياسين بيحاول يطمع العمد بس العمد كان مرافض علشان خاطر مراته وتكلم وقال انا قاتف يا ياسين بيه بس مراتي صحتها على جد حالها ويدوبك تخدم الست ولاد ولادي واشوف الدار والشوف المواشقة وان بصراحة الواحد مش ناجس حتا لو حتدي له فلوس ايه اجده احزن تمام يا ياسين احنا جدي وصلنا ردك بس ممكن تطلع بجاه خمس دجاك هنتكلم حبة بعبيد التخوك علشان احنا عايزينها وبعدين تبقى ترجح وفعلا حسين مش قادر يعترض قدام نبرة ياسين اللي كانت قاسية جدا ومعناها تخرج برا يعني تخرج برا طلع برا فضلت وقفة بطلتها زي بها هي قدام ياسين اللي كاعدبان قاعد يبصيها بكل هدوء ياسين بدأ يتكلم ويقول قولي بقى يا رجبا عمك تلح قولي لي انت موافقة ان انت تروح الميتة ومش تعيش مع عمك ولا عايزة تعيش معاه احنا ممكن نقنعه لا يا ساعدت البيت انا عايزة اروح الميتة انا عايزة عيش في الميتة مش عايزة عيش في بيت عمي العمدة وابنه استغربوا وبصوا البعض والعمدة هنا هو اللي اتدخل في الكلام وقال لها ليه يا بنتك ده ابوك وامك مش معودينك عالبهدلة معودينك عالحيال كريم اللي عايزة تروح الميتة عمك اللي جالك ده ما تخفيش منه انا هوجفه عند حد واجعادك عنده معززة مكرمة ايه واعت فكري ان الميتم سهل وهنا بطلتنا بدأت تعيط عياط قطع قلب بطنه كان قلبه بدق كان عاوز يقوم من مكانه وياخدها في حضه ويقولها بتعياطي ليه ايه اللي مدايق بطلتنا بدأت تتكلم بواجع كبير اوي وقالت بس يا عمدة في الميتم حلاج وكل يا عمدة انا من يوم مامي وابوي مات ويمكن مكلتش خمس ستة طقات على بعض وكلهم عشنا شف وجبنا وكمان بنام على الارض بنام على الارض وعليا نفس الفستان بحبس نفسي في قوضة واختله وانشره وقالبسه انا عليا نفس الهدوم مش عارفة تنفس هو عمي لو فضلت معاه وانت اديته الفلوس هياخدها يديها لمراته كان بيتكلم وبيكنع مراته ان هي تاخدني وترميني في القوضة زي ما هي رميان وان الدتني واكل الدتني والمية هاشرب من حنفية الطيور لفوق السطح زي ما بستعملها طول الاسبوع اللي فاق وعيش في القوضة دي وامراته عمي رفضة والفلوس اللي انتو تدهالها واللي حد يدهالها علشان انا يتيمة تجيب لها بيها حتتين دهب وانا مش هتحمل العيشة دي في الميتم هيكون في وقل في الميتم هيكون في احترام هيكون على اجل فيه سرير ننام عليه انت خايف علي من نظرات الناس لو في رجال عايز اقول لك ان انا بخاف من نظرات ابن عمي هو شاب طايش ومرائش وكل شوية ييجي يخبط وببقى خايف اقوي لدرجة ان انا ساعات بخاف انام او بروح انام ورباب القوضة علشان لو اتفتح احس بيه وسر لا انا مش رايدة اقعد في بيت عمي انا عايزة اروح الميتم وهنا العم ده وابنه بصوا البعض علمعاناة اللي عانيتها بنت صغيرة وبنت صغيرة ما شافتش من الدنيا اي حاجة تعاني ده كله ليه هو يتكلم هنا يا سيم بواجع علبنت الصغيرة وقال لها طب اسمعي دلوقتي انا وابايا لاجهنا حل والحال دي لازم ناخد موافقتك زي ما سألناك على الميتم دلوقتي انا حكتب عليك علشان عمك يسيبك هنا وما حدش من اهل البلد يتكلم عليك طبعا انا هقولك ان الجوازة دي على الورق بتمنى تكوني فهماني رغم ان سنك صغير بس اكيد فهماني هتقعد هنا معززة مكرمة في البيت هنا اختي وبنتي الحج وهو تتعلمي ولما تكبري وتخلص علامك هتطلقك وهشوف اللي قدار صغيرة على جدك تقدر تقعدي فيها ووقتها يجيلك عدلك ويجتي تجوازي وانا اللي هكون وكيلك واخوكي قلت ايه هو ده الحل الوحيد لاني مش ينفع نسيبك هنا في الضوار معانا بسط البنت بشكر وانتمان ليها فايا حاسة بفضل العم ده وابنه عليها انا مش عارفة اقول لكم ايه غير ان جميلكم وخوفكم علي ده هشيلوا لعمر كله فوق دماغي انا موافقة انا من ساعة ما دخلت الدار ده وانا حسيت بالامام فيها زي بيتنا الجديد واسكة ان انت هو ابوك اللي عم ده مش هتظلموني ولا هتجو علي طب يلا يا زينة البناة امسح دموعك واطلع برا نديل عمك وارتحي خالص الموضوع ده حينتهي وانتي هتعيش هناك معززة مكرمة طلعنا ديلي عمك علشان نتكلم في الموضوع ده بس تمسح دموعك مش عايز العيون دي تعيط طول ما نوابية موجودة وفعلا البنت خرجت بعد ما مسح الدموعها ودخل العم كان العم ده وابنه ياسين ببصوله بقرف وبديق منه وهو كان ببصولهم ببروت وهنا تكلم العم ده وبدأ يقول اسمع انت دلوقتي قلتلك من البداية حديك مبلغ محترم كل شهر وهجاهز بنت أخوك وهجيب لك كل حاجة انت رفض بنت أخوك نهاي انت مش عايزها وعايز تروح الميتم علشان ترميها فيه انا بقى هاخدها عندي بس طبعا ما ينفعش علشان كلام الناس انا مستحيل اسيب بنت الراجل اللي اشتغل عندي تلاتين سنة يخدمني بجيد وبكل صدق ان انا ارميها كده وازاي حروح لربنا علشان كده بنت أخوك رغم ان اياه ما يتنفعش تقعد اهنيه الا اني لاجيت حل وهو ان ياسين ولده هيكتب عليها وانت بدل ما كنت مستعجل وعايز ترميها في ميتم بدل ما تمضي على ان انت اللي سلمتها بنفسك في الميتم ومش محتاجها لا هتمضي على ورقة جوازها من ولده ويمين الله لو لو ععت فكرت تلعب بديلة ولا تفكر تطلع بالموضوع دي بمصلحة لكم يخليك انت ولاده لك ملاجين تاكله وانت عارف انا ممكن اعمالها علشان كده قلت ايه موافق اشاي عجيب المأزون ولا ايه بالزبط وهنا كان خايف جدا من انه هو يرد على العمدة بالراف لان العمدة قد كلمته ويعادر انه فعلا يخليه مش لاقي ياكل هو ولاده وانه يخليه يشهد بمعنى الكلمة علشان كده كان خايف جدا من العمدة وخايف انه يرفض وعلشان كده وافق وقال انا موافق يا عمدة بس يا عمدة سي ما انت دلوقت بتشترت اني انا ما تكلمش خالص انا كمان بقول لك هكتب كتب الكتاب وهمشي وعسيبها انا مش منظومة عناها في اي حاجة لا تيجي تقول لي عملت غلط ولا ما عملتش انا ماليش علاقة بيها انت بقى انت ولدك تكون وليين امرها مهما تعمل انت حرين فيها ما تجوش تقولولي على حاجة لاناني مش عايزها زي ما قلت ورامض وبطع محدش غالك ان احنا هنعوز منك حاجة واحد زيك مع دوم القرامة والضمير نازل عن بنت اخوه هنجي نرد عليه لا ما تخافش يعمل النهاردة هتكون بنتنا قبل ما تكون مراتي واحنا هنرعاها ونحافظ عليها كوي خليك انت بس بعيد عنيها يلا خلينا نمضي ونخلص وتغر من اهنيه لان بصراحة الواحد مش طيج يبص في وشها وروح حسين البيت علشان مراته اللي كانت قاعدة مستنياه تعرفه وعمله ويا ترى هو ده نجمع الميتم وقال لها ايه اللي حصل وفعلا روح ودخلوا نقودة لقاها قاعدة من الثانيات حكالها كل حاجة وقافت من عسيرير بغضب جدا وبايت بالزعق وتقوله انت تجننت يا راجل انت ازاي ازاي تخلي البت المقياحة دي تتجوز ابن العمدة المفروض ابن العمدة دايهم ما يتجوز يتجوز واحدة من الاعيان او حتى من بناتي مش الجربة دي تروح تتجوزوا بنت اخوك بنت اخوك يا راجل انت بدل ما ترميها في الماية تبو تكسر شكتها لا علتها علينا وخليتها امراض العمدة المستقبلي ما هو اللي هيمسك البلد ويكون العمدة بعد ابوه الله يسمحك يا شيخ الله يسمحك دايما ما بتعرفش تعمل اي حاجة ودايما لما بتيجي تعمل حاجة تقلبها بقى حتة البيت الكحيانة بنت زينك تبقى امراض ابن العمدة العمدة الجديد يقع عليك يا فتحي انت مش بيجيبك حاجة انت كان زمانك دلوقت اللي بنتي شغالها خدامة وبناخد من وراها مرتب وشهرية حلوة بس انت اللي رفضت وقلت له مش عايزاها دحية وهتلدعك وسمعت كلام امي اقول للعمدة ايه لا مش موافق العمدة جالي لو انا رفضت او عملت اي مشكلة وممضيتش على العجل كاني بمضع على الورق بتاعي التبني في الميتم هيبهدني وهيخلي اللي ما يشتري يتفرج علي ومش هيخليني انا وعيالك ناكل انت عارفة العمدة لما بحبي يقز حد بيقزيه هو رجل طيب بس ساعة ما يحس ان حد خلاص هيجي جنبه بقزيه وبصراحة بقاك دي انا زهكت ومليت وقلت له خلاص يا عمدة انا موافق على اللي حقول عليه بقولك يا بنت النان البيت وبعدت عنيك انت كمان ابعدت عن الشر وغنيله علشان انا مش ناجس انا ماشي ابس قال الكلام ده ويسابها وخرج حسين ساب فتحية بتغلي من الغضب فتحية النار جواها بقت اكبر هي كانت عايزة تأذيها تقوم هي تنجح كده تقوم هي خلاص بقت في اي مكان كانت متضيئة جدا وعملة تقول يا ناري يا ناري على بنت زينب اللي بقت في هانة ونعيم وانا ولادي مش طيلينه يا ناري يا ريتني كنت قتالتك يا ريتك يا شيخة كنت مدت مع امك وابوك وارتحنا من العرف ده كله وعدت الايام عدة ست سنين بطلتنا تخرجت من كلية الاداب وكان بطلنا في الوقت داعي شئها بس خايف يعترف باللجواه خايف يقول اي حاجة تكون هي شايفاة اخي ليها مش اكتر اما بطلتنا فبقت بتعشق بطلنا فهو كان بساندها في كل حاجة وعمباه ومراته اختفوا من حياتها كان بالنسبة لها الاب والاخ والسند والحماية كانت بتحبه العمدة كان شايف حب الاتنين بس مش عارف ياخد موقف ويتكلم ازاي وفي يوم قرر يتكلم بع بطلتنا ويسألها يا ترى هي بتحب ابنه يا ترى هي عايزة ابنه ولا لا علشان لو عايزة ينهو لو مش عايزة ينهو الجوازة ولو عايزة يعمل لها فرح كبير جدا وهنا قعد معاها وقال لها اسمع يا نجي يشهد ربنا علي من يوم ما شفتك مع عمك وانت عييلة عندك لسه ار 16 سنة من 6 سنين وانا اعتبرتك بنتي بس يا بنتي دلوقتي انت كبرتي ولازم يكون ليك حياتك ولازم كمان يكون لابني ياسين حياته بس انا حاسس ان ياسين بحبك وهو خايف يقولك علشان ما يخسركيش كاخت وصديقة وعلشان كده انا جاي اقولك انت فيه مشاعر اتجاهك من يامة ياسين لو فيه يبقى الاسبوع الجاي فرحكم منتو الاثنين ولو ما فيش يبقى يا بنته تتطلقه وانت تشوفي حياتك وهو يشوف حياته وما تخفيش مني ولا تتحارجي انت بنتي زي ما ياسين ابني وزي ما بدور على مصلحته اكيد حدور على مصلحتك انا مش عارفة اقولك ازاي يا ابن بس انا مش هقدر اشوف نفسي غره معه ياسين مش شايفه راجل قدام هو بالنسبة للأب والاخ والصديق وكل حاجة وبصراحة انا ريداه وبحبه بس انا خايفة هو اللي ما يكونش رادين وزي ما يكون اتغصب يعني على الجوازة ثماني يكون لسا مخصوك علشانك دي مش قادر اعترف بالمشاعر دي بس انا بحبه واللي بحب حد بشوف له الخير ولو هو ريدني انا مقدرش اقول غير اني بحبه وعيزاه ولو هو مش ريدني انا مقدرش اقول غير ربنا يسعده مع بنتي الحلاة زي ما ساعدني وخلاني بدل ما كنت في ملجأ الله اعلم مصيري او مع عم ظالم في بيت كل حنية وحب ومش حسسني ان انا يتيمة ريحت قلبك دي يوم الجمعة الجاية فرحكم تجهزي نفسك وانا هجيب لك كل حاجة هو بحبك بس هو خايف لكون انت اللي مش حبك دي انت اللي اتنين بتحبوا بقى يوم جبلاش بقى نتعطى يلا جومي علشان تجهزي نفسك وعدت الايام وبطلتنا اتعمل لهم فرح كبير قوي هي وبطان فرح البلد كلها تكلمت عليه وفرص مرات عمها بس مش كانت قادرة تتكلم لان العم ده وابنه مش هيسمحوا لها تيجي وتعزمت هي والعم على الفرح زي الغرب وببعض الفرح اخده وطلع للجناح اللي كان عامل فيه حاجات كتير حلوة من كتر فرحته اول ما دخل شدها لحضنه جامد جدا هو مش مصدق ان هي بين ايديه والله بعيش بحبك جوي بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في حياتي يا نجمتي انت النجمة لنورت سمايا ونورت حياتي كلها تعرفي يا نجمة ان انا كنت رافض موضوع الجواز نهائي وحتى لو انت كنت قلت انك شايفان اخوك اعمري ما كنت افكر اتجاوز واحدة غيرك انا حبيتك وحبيتك من زمان جوي كنت بتمنى اليوم ده من زمان كنت خايف اجرب منك تكوني مش عايزان بس النهاردة هاسعد ليلة في حياتي ان انت معايا وبتحبيني بحبك يا نجمتي انا كمان بحبك جوي يا يسين بحبك وما بحب بحب حد غيرك ولا عمري شوفتي راجل غيرك ولا راجل غيرك يملعيني اصلا انا بحبك يا يسين من وانا عيلة صغيرة بحب ياسين ياسين اللي كان بيجي يذكر ياسين اللي كان يجيب لي الحياة من البقالة وهو جاء ياسين اللي كان يجيب لي الأكل الجاهز دي ما كن مش رهد أكل بحب ياسين بشوف فيك أبويا واخويا وصديق وحبيبي ومش عايزة غير كنت خايفة لفي يوم مخسارك وهنا ياسين كلامها أثر فيه جدا ومش قدر يرد على كلامها غير انه يخليها زوجته قولا وفعلك وعاشوا قصة حب جميلة جدا حد إينا يا أحلم تبعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت قصتنا صتنا النهاردة بتتكلم عن درس مهم قوي وهو الأخلاق والقيم للأسف الأمهات ما بقوش يعلموها لأولادهم أمهات كتير بتعلم أولادهم على الجشع والطمع وإن السلفة دي العدوة اللدودة وإن الحمى عمرها ما تكون أم وحاجات كتير قوي المراطي لإبن وعمرها ما تكون بنت للأسف بقينا نشوف في المجتمع بتاعنا حاجات غريبة جدا لدرجة أنه يتيم يندس عليم من أهله ويترمي بس لأنه ملوهش حد أو بس لأنه طمعانين فيه وبدل ما الأم تصحح اللي بنتهى الكلام لا بتأسب انتهى على الأخطاء يا ترى إحنا بقينا في عالم بدل ما نعلم أولادنا الخير من الشر والأخلاق بنعلمهم الشر والحقت والغيل بتمنى كل واحد يراجع نفسه لأن لو ربيت ابنك على غير اللي هيطلع غلوانه وغيره هيطلعه عليك في يوم من الأيام وكمان هتتحاسب قدام ربنا لأنك أنت كنت السبب فيه كده باتمنى أن القصة قلنا لتعجابكم وإذا نالت الأعجاب لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دمتم بصحة وعافية